ناقش وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي خلال أعمال الدورة المئة والثانية والاربعين في الرياضة تطورات في المنطقة وتركزت المناقشات على الأوضاع في كل من اليمن والعراق وسوريا إضافة إلى مواجهة تدخلات في شؤون الدول الخليجية وآليات تطوير العمل العربي المشترك وفي كلمته في افتتاح الجلسة قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد الخليفة إن مواجهة التحديات يؤكد المصير المشترك لدول المجلس متابعة لقرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السابعة والثلاثين التي تشرفت مملكة البحرين باستضافتها في شهر ديسمبر الماضي إضافة إلى بحث تطور العلاقات بين دول المجلس والدول والمجموعات الإقليمية الصديقة وآليات تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر حول أهم قضايا المنطقة وسبل إرساء الأمن والاستقرار فيها إن رسوخها وقوة موقف دول المجلس في مواجهة التحديات والتهديدات المحيطة بها أيا كان مصدرها وجهودها الدؤوبة وخطواتها النوعية في بناء قدراتها الذاتية وتعزيز سلامة الجبهة الداخلية في إطار استراتيجيتها الأمنية والدفاعية لهو تأكيد على المصير المشترك والمصالح العليا التي نؤمن بها ونعمل بكل جد لتحقيقها والحفاظ عليها ويجسد أروع صور التلاحم وأسمى صور التعاون في مواجهة ما نتعرض له جميعا من تحديات وتهديدات اشتركوا في القناة